السلام عليكم يا أصدقاء تبقى بضع دقائق قبل أذان الظهر وسنختنم هذه الفرصة بإذن الله لنتعلم معاً صلاة الظهر والعاصر كيفية صلاة الظهر والعاصر لآداء الصلاة سنحتاج إلى سجادة ومعرفة اتجاه القبلة إنه آذان الظهر هيا نجهز أنفسنا لنتعلم كيفية الصلاة بعد الوضوء نستقبل القبلة ونقيم الصلاة كالآتي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ننوي الصلاة ثم نكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر نضع اليد اليمنى فوق اليسرى ونقرأ دعاء الاستفتاح سراً سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ونقرأ سورة الفاتحة سراً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم نقرأ ما تيسر من القرآن وفي هذه الركعة سأقرأ سورة الكوثر سراً بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بعدها نكبر ونركع كالآتي الله أكبر نقول أثناء الركوع سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم نرفع من الركوع ونقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد نكبر ونسجد الله أكبر ونقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى الله أكبر نرفع من السجود ونقول رب يخفر لي ثلاث مرات الله أكبر نسجد مرة ثانية سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى الله أكبر لقد أنهينا الركعة الأولى هيا نكرر نفس الخطوات في الركعة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم نقرأ ما تيسر من القرآن وفي هذه الركعة سأقرأ سورة الناس سرا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بعدها نكبر ونركع كالآتي الله أكبر نقول أثناء الركوع سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم نرفع من الركوع ونقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد نكبر ونسجد الله أكبر سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم الله أكبر نرفع من السجود ونقول رب اخفر لي ثلاث مرات الله أكبر نسجد مرة ثانية سبحان رب العظيم 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 والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله الله أكبر لقد أنهينا الركعة الثانية في الركعة الثالثة نقرأ سورة الفاتحة فقط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بعدها نكبر ونركع كالآتي الله أكبر نقول أثناء الركوع سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم نرفع من الركوع ونقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد نكبر ونسجد الله أكبر ونقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى الله أكبر نرفع من السجود ونقول رب يخفر لي ثلاث مرات الله أكبر نسجد مرة ثانية سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى الله أكبر لقد أنهينا الركعة الثالثة في الركعة الرابعة والأخيرة نقرأ سورة الفاتحة فقط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بعدها نكبر ونركع كالآتي الله أكبر نقول أثناء الركوع سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم نرفع من الركوع ونقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد نكبر ونسجد الله أكبر ونقول سبحان Joe سبحان رب الأعلى سبحان رب سبحان ري نرفع مني السجود ونقول رب اخفر لي треть من ثلاث مرات الله نسجد مرة ثانية سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى الله أكبر نقرأ التشاهد الأول والأخير التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم نسلم السلام عليكم ورحمة الله هل اليمين أولا؟ السلام عليكم ورحمة الله ثم هل اليسار؟ لقد تعلمنا معا كيفية الصلاة لا تنسوا نشر المقطع لتعم الفائدة نراكم في حلقة قادمة إن جاء الله